أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج حكاو اليوم على قناة الصحة والجمال حياة زوجية دايماً بتكون من ناعم الله على أي إنسان كتير من الناس المقبلين على الزواج بالأخص السيدات بيبقى بنسبلها لموضوع حلم جميل ومجرد أنهو بيخش في الواقع فيه نوعين من الأزواج فيه الموضوع بيكمل معاهم أنهو بيبقى حياة سعيدة وفيه بعض الناس الحلم بيتحول لكابوس وما بيقوش عارفين إزاي طوء النجاة للموضوع ده النهاردة هنستغل وجود دي في الكريم المستشار مصطفى حانف الجلات مستشار تحكيم دولي وخبير قضايا الأسرة والنزاعات الأسرية وحاصل على الدورة التمهيدية في التحكيم التجاري والدولي وحلقة أهمة جداً هنتكلم فيها إزاي تقدر يتخلاصي من الكابوس لو هو موجود مساء الخير يا دكتور مصطفى مساء النور مساء النور أخبار حكي الحمد لله الله يخبرك تمام أعزائي المشاهدين خلينا نشوف الأول سيادة المستشار السيرة الزاتية بتاعته وبعد كده نعرف إزاي تخدي حقك بالقرنون مساء الخير يا سيادة مصطفى مساء النور أخبار حكي دائم إزاي حضرتك سيادة مصطفى في بداية كلامي معك عايز أتكلم مع حضرتك على الزوجات اللي بتتحول حياتهم الزوجية لكابوس تمام في كتير من السيدات ما يعرفوش معنى كلمة طلاق الضرر طبعاً أنا عايز أستغل وجودك معي في البداية وأعرف التعريف القانوني لطلاق الضرر والتعريف المبسط للسادة المشاهدين أولاً أنا مبسوط جداً أنا حضر المحضر وأتمنى النهاردة أن حلقة النهاردة تفيد جميع المشاهدين ويستفدوا منها الجميع بالنسبة للطلاق للضرر هي وضعتها المادة ستة من القانون بتاع الأحوال الشخصية قالك انحلال الرابطة الزوجية الصحيحة ما بين الزوج والزوجة حال ثبوت ضرر واقع على الزوجة الضرر لما بيقع على الزوجة يبقى كده فيه ضرر أصابها وبالتالي بنخش على مسمى كبير اسمه الطلاق للضرر الطلاق للضرر ليه قده شروط وأقرته المادة السادة ده أنا كنت عايز أعرفه إيه الشروط شروط الشرط الأول هو تعدي الزوج بالضرب أو بالإهانة السب ده شرط اتنين تعدي عدم إنفاقه عدم الإنفاق ده شرط اتنين التلاتة هجر الزوج الهجر ده بيتمثل في خروج الزوج من مسكن الزوجين لمدة ستة أشهر تركه ما بيروحش البيت الطلاق للضرر فيه الهجر الزوج وفيه لصفر الزوج لمدة أزيد عن سنة أزيد عن سنة حتى لو كان عمل بس الفرق بين الهجر وصفر الزوج ده إيه ده خارج البلد وده داخل البلد ستة شهور داخل البلد خارج البلد سنة تقدر ترفع دعوة وتجيبش هادة التحركات وتثبت إن الزوج خارج البلد لمدة سنة ده ضرر وقع عليه وحبس الزوج لمدة تلات سنوات وفيه أخيراً اللي هو الطلاق لاستحكام الخلاف كطلب مضاف للإعتراض على إنذار الطاعة وده ده موضوع تاني موضوع له تفاصيل كتير طيب أستاذ مصطفى يعني أنا من كلامك فيه حاجة وأكيد خطرت في بالكتير مساد المشاهدين الضرب حنقدر نثبته تقرير موضوع السفة حنقدر نثبته بحركة التنقلات مزبوط طب الإهانة والسب يعني كتير من الأزواج ساعة لما يكون فيه خناء أو الشجار أكيد ماشي حيبقى فيه شهود فيه جران إزاي بتقدر تثبت ده فيه جران جران ممكن جر الدرر عموماً أي ورقة نقدر نثبتها محضر شرطة درابت عملت محضر شرطة دي ورقة غلط فيها فيه جران نجيبها أي ورقة تقدر تكون مع الزوجة هو دوت يعتبر در أو يعتبر قرينة لإثبات الضرر الواقع على مين على الزوجة وده اللي بنقدمه للمحكمة طب حقوق الزوجة سيد مصطفى بعد رفع دعوة طلاق الضرر وقبولها بيكون إيه الزوجة بعد التطليق للضرر بديبقى ليها نفقة عدة وبتقدر بثلاث أشهر نفقة متعة وبتقدر بربعة وعشرين شهر مؤخرة صداء والموجود في أسيم الجوازة بس هما دولة التلاث حقوق السبتين للزوجة اللي هو الحقوق الشرعية بالنسبة للزوجة في حالة تطليقها للضرر طيب خلينا أقول لحضرتك على حاجة كتير من اللي الزوجات بعتوها كاستفسار لبرنامج حكاوي اليوم دايما مصطلح كلمة طلاق للضرر مش هيكسبه غير اللي نفسه أطول فأنا عايز أعرف من حضرتك هل الموضوع بيكون يعني إيه كلمة نفسه أطول وليه زكر المصطلح ده من كتير من الزوجات يعني كمصطلح يعني بالنسبة للمحامين هل هو حاجة دارجة أو ليها معنى لأن في كتير من الزوجات بتتكلم إنه بيبقى عندها مشاكل ورافع دي طلاق ضرر بس مش نفسها أطول فيعني إيه كلمة دي الكلمة نفسها أطول إن المحكمة في حد ذاتها لما بتيجي الزوجة بترفع دعوة طلاق للضرر بأي سبب من الأسباب الستة اللي احنا تكلمنا فيهم المحكمة بتحول تحيل الدعوة للتحقيق كحكم تمهيدي قبل الفصل في الدعوة اللي هو الفصل في الدعوة اللي هو التطليق بتيجي حكمة المحكمة بحالة الدعوة للتحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات من أشهد الشهود والكتابة والقرائد القانونية لتثبت المدعية اللي ايه الدرر واقع عليها وإعلاناته الصلح والخبير النفسي والخبير الاجتماعي شكل الدعوة طويل لحد الفصل وبعد كده بنخلص من محكمة أول درجة الزوج بيستقني في الحكم في حالة التطليق والزوجة بتستقني في الحكم في حالة رفض الدعوة لعدم اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود سيد المستشار فيه إشكالية كبيرة قوي في طلاق الدرر جات لنا وعايز أعرف رأي حضرتك القانوني فيها أو مش هنقول الصغرى إزاي نقدر نخرج منها موضوع طلاق الدرر إمتى بتتحول إنذار الطاعة إلى تطليق لاستحكام النفور والشكاك ده سؤال جميل اللي أنا عايز أفهمه طبعا كمصطلح قانوني أكيد حضرتك فهم وسيد المستشار بس كتير مش سادة مشاهدين مش هيفهمه يعني كلمة الاستحكام للنفور والشكاك عايزين تعريف مبسط في البداية سنين أفهم إيه الإشكالية ده الزوجة بيحصل ما بينها وما بين الزوج مشكلة وعلى أثرها بتترك في مسكن الزوجية فالزوج بدلوقتي بيبقى قاعد يأحل مشاكلي مع أهلها فبترفض ترجع فأول حل بييجي على دماغه أو أول ما يروح للمحامي بيقوله إحنا نعمل إنذار بالطاعة لدخول لدخولك في مسكن الزوجية دخولها في مسكن الزوجية هي بيبعث لها إنذار على يده محضر بيروح لها سكنها أو موطن أهلها أو موطن والدها مكان ما هي موجودة وبيقولها إن الزوج بيدعوك لدخولك في الطاعة على المسكن الفليني الفليني اللي هو مسكن زوجية بيحق للزوجة الاعتراض أو الامتناع عن دخول في المسكن الزوجية تمام خلال قد إيه خلال تلاتين يوم من تاريخ إعلانها الإعلان ده يعني إيه يعني من يوم المحضر خبط على بابها وقال لها أخذي بالك من ساعتها قدامها تلاتين يوم قدامها تلاتين يوم بتعترض على إنذار الطاعة يحق إبقى تضيف طلب اسمه طلب مضاف للدعوة الأصلية يعني التطليق لاستحكام الخلاف ده ده طلب مضاف يعني من فاش أنه يترفع دعوة لوحده زي دعوة كده مثلا liberation للbreaksر لأي سبب ده دعوة ده طلب بيتضاف على الطلب الأصلي اللي هي دعوة الاعتراض تبقى بيخش المحامي وبيطلب بإضاف الطلب التطليق لاستحكام الخلاف كطلب مضاف للطلب الأصلي واللي هو الاعتراض. ساعتها المحكمة بتحول الدعوة كلها من ايه؟ من دعوة من دعوة اعتراض لدعوة طلاقة. استحكام الخلاف وبتمشي بقى بجراءاتها الشكلية لحد ما الزوجة تاخد حواها. سيد المستشار انا بيبلغوني في الكنترول دلوقتي السؤال اللي انا قلته لحضرتك. في كتير من السادة المشاهدين اللي بيكلمونا دلوقتي بيتكلموا في نقطة مهمة جدا. انها مش عارفة تثبت طلاقة ضرر. بمعنى مفيش ضرر قادرة تثبته للمحكمة. زي ما حاك قلت لك في بداية الحلقة ان لازم يكون معانا ورقة. طب في كتير من الزوجات مش بيبقى قادرة تثبت الموضوع كل الضرر اللي واقع عليها هوابين هوابين زوجة داخل بيتهم. النوع ده تقدر تصرف معا ازاي? النوع ده انا بقدر ان انا برضو المحامي زي الدكتور. بيحاول بقدر الامكان ان هي زوجة لما تجيله المكتب بيحاول ان هو يعرف ادق 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 التفاصيل. ويعرف طيب هو دلوقتي فيه اتعدى عليك يقدام حد. طب فيه حد سمعيك. طب فيه اي اي حاجة حصلت. طب فيه محاضر انت عملكيها. فيه 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 فيه. اكيد بنوصل للاخر لحاجة معينة. الزوجة بتبقى شايفة مش مهمة والمحامي بيبقى شايفة مهمة. فبالتالي انا بوجه المحكمة لها وبطلب حالة الده. والمحكمة بتطلب حالة الده والتهقيق. وعلى اساسه انا بوجه بقى الشاهد بيجي يقول والله انا شفت والله انا معايا الورقة دي والله انا عملت المحضر فلاني ده بتاريخ كزا وده انا تضررت منه. حتى لو اياه بتقول ده تردي موسكة انزوجية ده قال لي كلمة وحش. اي ضرر بيقى على الزوجة بتقدر تثبيته بكاف الطرق الاسبات. ورقة. شهود اي حاجة. ست المستشار حالك ذكرت ان احنا بيبقى قدامنا في انزار الطاعة تلاتين يوم. عشان الزوجة تقدر تنفس الانزار او تعترب عليه. طيب. بالنسبة للزوجات اللي جالها الانزار بالطاعة وعدت فترة التلاتين يوم. وما حصلش عليه اي نوع من انواع الطعن او ان هي تقول لا فيه مشكلة. ساعتها بيكون ايه الحل. والتلاتين يوم عدوا. اولا الموضوع ده ليه شقين. الشق الاول هو احنا دلوقتي ممكن اصلا الزوجة ما تعلنش. ما تعلنش بالانزار وما تعرفش اصلا ان فيه ان هو فيه انزار جالها وان زوجة بيدعوها لمسكن الزوجة. ساعتها هي بتعترض عادي. ما فيش مشكلة وتطلب من المحكمة التصريح بشهادة اسمها شهادة ستة ثه مراسلات. تفيد ان الانزار ده جالها ولا ما جالهاش ولا ارتد تاني. اللي هو ركن العلم. تم ولا ما تمش. ده بالنسبة للزوجة اللي ما اعرفتش. بالنسبة للزوجة اللي اعلنت. وتم اعلامها بشكل رسمي. دي ساعتها. محامي الزوج بيجيب شهادة من المحكمة اسمها شهادة بعدم حدوث الدعوة اعتراض. ان هو ما جايش. وبيرفع ليها دعوة اسمها دعوة النشوز. النشوز عشان كتير من الناس بتختلف يعني بتختلف فيه في تعريفه. النشوز ده معناه ان الزوجة بتسقط مطلبتها بالنفقة الزوجية. انا كزوج ملكيش عندي نفقة زوجية طول ما طالما الزوجية منعقة. حقوقها. خلاص مفيش. زوجية بس. مفيش. الزوجية دي معناها ان الزوجية قائمة ما بيني وما بينك. تيجي انتي ترفعي دعوة. مسلا هي رفعت دعوة نفقة زوجية. وانا عملت الانزار الطاعة. وبعد كده هي ما جاتش. عملت الشهادة واسبتتها واخدت حكمة بالنشوز. فبالتالي الحق بالدعوة. طيب. سوز مصطفى عايزة فهم من حضرتك برضو حاجة مهمة جدا. موضوع الانزار الطاعة. فيه كتير من السيدات بيسألوا. ازاي نقدر نحولها لدعوة طلاق بالضرر لاستحكام للشقاك والنفور. بمعنى ازاي تقدر انها تستغل انزار الطاعة انها ترفع به دعوة طلاق للضرر. الموضوع ده يعني انا مش فاهمه فعايز حيك تفاهمه لي بشكل مبسط ليه ولست ده مشاهدين. هو احنا لسه قانين. مش هينفع يتحول لدعوة طلاق للضرر. ما بيتحولش. ما لإيه اللي بيحصل طيب. ان هو انا كزوج ببعت انزار بالضرر دخول المسكن زوجية. تمام. هي يحق ليه انها تعترض فقط. في محامين بيعترضوا وبيمشوا في دعوة الاعتراض بغض النظر ايه اجراءاتها الشكلية وبتخلص. في محامي تاني بتبقى اصلا الزوجة عندها نية ان هي اصلا عايزة خلاص انا مش قادر اكمل. بيقول لها طيب خلاص بيديف طلب بيديف طلب تطليق لاستحكام الخلاف كطلب اصلي مضاف على الاعتراض وتبطلق ساعتها. وبنفس هي هي اجراءات الشكلية بالخلع. بالضبط. لكنها خلع. طيب. في اجراء روتيني طبعا للمحكمة هو اجراءات الصلح. عايزة اعرف من حضرتك نسبة فعالية اجراء الصلح. هل فعلا ممكن بعد ما الموضوع يوصل للحجم ده من الخلافات. انه لما تيجي المحكمة تعرض صلح ان الموضوع بيهدى وبيبقى فيه شكل ايجابي او شكل جبيل. ولا دايما الموضوع ما بيحصلش صلح. دايما الموضوع ما بيحصلش صلح. هي المحكمة كاجراء شكلي وجوبي على المحكمة. لازم ان هي بتعرض الصلح على الطرفين. ام. اول وتاني. عشان في حالة وجود اولاد في دعوة الخلع وفي دعوة النفاقات بيبقى مرة واحدة. لكن دايما خلاص يا زوجها اصلا خلاص هي عقدت النية ان هي خلاص اه تخش في قصومة مع الزوج. ام. فخلاص هي النية اصلا خلاص ان عقدت ان انا خلاص انا مش قادرة اجمل معاك. فالصلح على طول بيبيق بالفشل. خلينا اتكلم بقى مع حقيقة في موضوع مهم جدا لكل الازواج والسيدات كمان. الزوج اللي اتجاوز مرة تانية. ام. من وجهة نظر الرجالة لا انا من حقيقة اتجاوز مرة واثنين وثلاثة واربعة من غير ما اعلم الزوجة الاولى. الزوجة الاولى بتقول ان لأ طالما لم يتم اعلامي بالزوجة التانية فان هنا اقدر ارفع دعوة طلق للضرر. انا عايز اعرف بقى من حضرتك واستغل وجودك النظرة القانونية للموضوع ده. في حالة عدم اعلام الزوجة الاولى بالزوجة التانية. ينفع نرفع دعوة طلق للضرر ولا ده حق اصيل للزوجة. هو ده يحق للزوجة رفع دعوة طلق للزواج باخرى. للزواج باخرى. وده اعتبر برضو ضرر. يعني الزواج باخرى ده ضرر. بس هي يعني بتشترط شوية شروط. ثبوت زواج الزوج باخرى. خلاص انتي تأكدتي. معاكي قسيمة او خلاص. وصيقة. اه معاكي خلاص انتي تأكدتي. ولازم العلم ده ما يعديش عليه ثانة من تاريخ الزواجه بالتانية. سنة. انا اتجوزت واحدة تانية فلازم التانية ديت. يكون في سنة. خلال سنة. اه. قال لو سقط حقها في المطالبة بالطلاق بالزوج باخرى. يعني لو ما كشفتهش قبل السنة بموضوع انتهى. خلاص بموضوع انتهى. في حاجة تالتة ان هي برضو اه طبعا هي كانت بتبقى عايش حياة مستقرة مع زوجها. بتاكل و بتشرب و عايش حياة هادية مستقرة. فبتلاقي طبعا الزواج باخرى ده بيعيد ترتيب الحسابات الزوج من كل الحياة. ترتيب الحياة شكل يعني طبعا. طبعا. فبالتالي ده برضو ضرر. لانه شفيه انفاق. بيبقى شفيه فيه. بيبقى فيه شوية. كل حاجة مقسومة. حاجات كتيرة بقى كتيرة بتطر يعني ايه بتنزل بقى التحت خلاص. فده اعتبر برضو ضرر. ده بتثبته الزوجة في صحيفة دعوها في حالة رفعها دعوة الطلاق بالزواج باخرى. بس كده. عدت السنة ما نحقش لها ايه حاجة. طب بالنسبة للضرر المعنوي بسيط المستشار يعني دلوقتي في كزوجة هي رفضة فكرة الزوجة التاني. رفضة. مسبب لها الضرر معنوي. هل بيحق لها انها ترفع دعوة الطلاق للضرر. ولا لأ نقدر انه لضرر المعنوي مش معترف بيه. لازم يكون مزبوط. لازم يكون مزبوط. لازم يكون مزبوط. ولازم تكون هي معاها قراين واعدلة وراء يثبت فعلا الضرر. غير كده ان هي بقى كزوجة وان في حد بيشاركها في زوجها وفي كل الكلام ده. ده مجرد ان هو يعني حاجات انسانية. طيب. ست مستشار انا عايز انتقل معك لجزئية تانية مهمة جدا وانتشرك كتير قوي يعني ما حاكم الاسرة مليانة بها. دعوة الخلق. احنا كده فهمنا موضوع طلاق الدرر وانت بنرفع دعوة طلاق الدرر. طيب. كزوجة امت تقدر تقول لا انا عايزة ارفع دعوة خلق او الصح قانونية انها ترفع دعوة خلق. وطلاق الدرر احنا عرفناها. المعايير اللي على اساسها بتحدد لما بييجي لحركة استشارة قانونية دعوة الخلق. على اساسها. بيكون ايه هي المعايير. والله ايه هي الزوجة بتيجي. وعلى اساس رواية الزوجة انا كمحامي بحدد. في احيانا بتبقى فيه زوجة بتقول لا انا عايزة عدة ومطعة وماخر صداع عايزة حقوقي كاملة اخدها من الزوج. فساعتها بقول له خلاص احنا كده بنلجأ للطريق بتاع الطلاق للضرر. عندك يعني عندك عندك ورق نقدر نسبت في ضربك حصل كذا 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 كذا. ساعتها الزوجة تقولك لا. خلاص احنا ما قدناش مفرق الا ان احنا نرفع خلق. بس خدي بالك ان انت كده حقوقيك حتوقع. حقق في العدة والمتعة ومؤخر الصداع فقط لغير اللي هي حقوق الشرعية اللي هو كتابها ربنا ديها. بس هي على اساسها خلاص انا موافقة خلاص بنمشي بقى في الاجراءات الشكلية وبنقدم له مؤدم صداقه عن طريق انظار على قده محضر وبنمشي في الاجراءات الشكلية بتاعت الخلعة وهي بتيجي بتحضر قدام حكمين خبير نفسي بتقرب البغض قدام المحكمة بتمشي اجراءات الشكلية وبتطلق طلقة باقينا للخلعة والحكم غير مستقناف. بالزبط يعني ملاش استقناف كنت لسه اقول لحضرتك. ست مستشار فيه ناس كتير جدا من الزوجات بيحددوا دعوة الخلعة انها الافضل بكتير من طلاق الضرر لسبب ان الموضوع منتهي وهو الطريق الاسهل. الحقوق الزوجية طبعا هكي قلت فيه جزء كبير منها بيتم فقده ولكن الخلعة مش فيه الطايم لاين او لفظ زي ما احنا ذكرنا في اول حلقة اللي نفسه اطول. الخلعة الموضوع بالنسبة لها بيكون في دعوة ما بياخدش وقت موضوع منتهي. هل الكلام ده صح? اه مزبوط. طيب دعوة الخلعة استاذ مصطفى عايزة فهم من حضرتك امتى نقدر نقول ان دعوة الخلعة هتاخد شكلها القانوني وممكن الزوج يبقى له فيها انه هيقدر يعتارد. الدعوة الخلح هو بكلمة واحدة هو طلع على ابراقة. هي ان زوجة بتتنازل عن كافة مستحقاتها المالية والشرعية. مقابل التطليق. طلق ابقنا يعني لو يجوز رجوحها للزوج بمهر وعقد جديد جاو زي ما اقوله جديد. اما بالنسبة لازوجة. انا برضو انا مش عايز الحلقة كلها تكون عن الزوجة. طب بالنسبة للزوج اللي مرفوع ليه دعوة دخولها. هل في اي حاجة بيقدر ليه حالة واحدة حاجة كده ان هو بيطعم بصورية المهر. بيطعم بايه? بصورية المهر. يعني ان هو دلوقتي المفروض ان انا كشكلا ان انا بقدم انظار على قد محضر بالمسمى بيننا. او المؤخر المقدم الصداق اسف اللي موجود على ظهر العقل. اللي هو جنيه خمسة جنيه بغض النظر امت. ساعتها بيقدر ان هو. ساعتها هو ممكن يكون مديها اي حاجة تاني يجيب لا عربية يجيب لا خاكم. مو ده بيوصل ليه بقى لما يعمل كده ان محامي الزوج بيخش وبيدفع بصورية المهر. وبيطلب حالة الدعوة للتحقيق. المحكمة بتستجيب. وبتطلب حالة الدعوة للتحقيق. وبتجيب له شهود تقول له هات شهودك? خليهم يقولوا ان انت فعلا ما كانش هو مؤدم الصداق اللي في الانظار اللي بعته تقولك الخمسة جنيدي? لا ده هو كان عربية مرسيدس خاتم. ايه الى اخير. ساعتها بقى الشهود هم اللي بيقرروا. اطمنت المحكمة الاقل للشهود كان بها. المحكمة لم تطمئني اللي أقول للشهود حاكمت بالخلق برضو أعادة الدعوة للمرافع وحاكمت بالخلق طيب سيد مستشار خلينا أكلم معاك بقى في موضوع من أكبر المواضيع اللي فيها مشاكل وبالموضوع بيوصل لعراك للأسف طبعا ما بين الأزواق قايمة المنقلات في البداية عايز أعرف من حضرتك ليه دايما قايمة المنقلات بيكون عليها لغة كبير جدا وفيه مش هنقول هنقول مش هنقول لها بحنقول تريكس أو خدع بتكون من المحامين أو المستشارين بشكل عام في موضوع قايمة المنقلات أنا حابب بس أوضح حاجة إن قايمة المنقلات الزوجية هي بيحق للزوجة رفعها خلال الزوجية ما هي قائمة أو بعد التطليق يعني هي مش مقترنة بالطلاق أو بحل ثبوت العلاقة الزوجية يعني هي متجوزة أو متطلقة عادي يعني ممكن ترافع قبل أو ترافع بعد قايمة المنقلات الزوجية هو عقد من عقود الأمان للنص التالي المادة 341 من قانون العقوبات تمام هو دي ورقة بيكتب فيها إن الزوج كافت المنقلات الزوجية وعلى أساسه بتتثبت عدد وصف وبيمضي إن هو تعهد باستلامها وبيوقع عليها المادة 341 من قانون العقوبات قايت هو دوت زي وزي أصال الأمانة يعني بالضبط يعني دوت في حبس فالزوجة أحياناً بيبقى أحياناً بيبقى عندها غريزة انتقامية عايزة انتقم من الزوج فتروح محررة المنقلات القايمة وترفع عليه وتاخد جنحة والجنحة تاخد رقمه الجلسة وكذا ما بيقى أشهر قدامه حل من الاتنين يقمن هو يعرض منقلات الزوجية كلها عرض قروني مبرئ للزمة والمحكمة بيقول للمحكمة كده أنا عايزة عرض خلاص أنا مش هتحبس والمحكمة هل تقرر؟ والمحكمة بتستجيب بتقوله خلاص بتحدد له معاد وزمان وبتقوله روحي عرض المنقلات عرض قروني مبرئ زمة وبيجيب خبير في حالة تلافة أو ضايحة أو استبدالها أو كلام دو عشان تقدر تقولي إذا كانت كويسة أو تنفع أو لا بزرح كده بزرح ست مستشار في إيجاز لأن وقت البرنامج لأسف قرب على الانتهاء عايزة عارف إن حضرتك طبعا حيك عارف إن دعوة الخلق أو الطلاق للضرر في الآخر بيكون الضحية هم الأبناء إنهم جدوا للأسف زي ما حيك قلت موضوع الرغبة في الانتقام بقت مش للزوجة بس وصلت للزوج كمان في حتة التهرب من الأنفاق على الطفلين أو على الأولاد إزاي تقدر الزوجة إنها تثبت الراتب بتاع زوجها بعد خلعه عشان تتدي إنفاق للأولاد في حالة إذا كان هو قطع خاص مثلا ده بيبقى معتمد على عمل الزوجة أول حاجة كانت المحكمة بتطلع حاجة كان الأول حاجة اسمها تحريات مباحث وإن حد من اسم الشرطة اللي تابع ليه بيطلع بيتحرع عن داخله أو دلوقتي بقت حاجة وصلنا نقيد دلوقتي وصلنا دلوقتي لشاهد اليسار شاهد اليسار حد من طرف الزوجة بيجي بيقر بيقوله والله إن الزوج ده وات شغال كذا 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 المحكمة بتحلفه بتقوله شغال إيه ولا على أساسه بتقرر المحكمة بتقرر بقى المحكمة ليه صوته التقديرية بفرض النفع سيد المستشار أنا كنت ساعد جدا باللقاء مع حضرتك أعزائي المشاهدين اعتماني تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة من برنامج حكاوي اليوم انتظرونا في نخبة من الساد المستشارين في كافة التخصصات القانونية طم طم على